ذكرى تاريخ مرتبط بحدث مؤلم امتدت اثاره الى يومنا هذا الثاني من اغسطس عام 1990 ذكرى خلفت شهداء واسرى ومفقدين واضرار مدمرة للمبتلكات والبيئة الثاني من اغسطس كان الاحلك في تاريخ الكويت سياسية ولكن وقوف ابناء الكويت الى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا كان السبب الرئيسي في نجاح الدفاع عن الوطن وسيادته وحريته رسائل نيابية في ذكرى الغزو الغاشم استذكر خلالها لحمة المجتمع ودعم جهود القيادة السياسية وفيما يستذكر نواب الامة مآسى الغزو الغاشم تسعد دبلوماسية البرلمانية على الجانب الاخر الى اصلاح ما افسده النظام الصدامي عبر الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين والشعبين فمنذ سقوط النظام البائد يسعى مجلس الامة الى رأب الصدع وتعزيز العلاقات الثنائية مع النظام الجديد في بغداد من جانبه قال رئيس مجلس الامة مرزوق عن الغانم ان ذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت قبل 29 عاما تمثل فرصة سنوية للوقوف مع الذات واسترجاع الدروس والعبر فيما يتعلق بالاولويات الوطنية واضاف الغانم في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت انه برغم مرارته ومأساوياته الا انه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله عن المعدن الاصيل الكويتيين بمختلف اطيافهم وتمسك بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة وقال الغانم ان ذكرى الغزو مناسبة مواتية لاستذكار الشهداء الكويت الابرار وأولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن مستذكرا بكل اجلال واكبر وقفت اشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتية ووقوف الشرفاء من العرب والمسلمين اضافة الى وقوف الاصدقاء في العالم مع عدالة القضية الكويتية فيما دعت الرسال النيابية الى اخذ العبر والدروس والتوحد لمواجهة الاخطار المحيطة تحت ظل القيادة الحكيمة كما استذكر النواب بكل اجلال واكبر دماء الشهداء الابرار وكذلك بطولات ابناء البلد في مقاومة المعتدين الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل عودة الكويت حرة